مع الجماهير الشبابية بتصرفاته في المماضلة اتصور محمد العويس اتعامل بمثالية في الموضوع هذا يعني ما حب انه يصاعد النادي يعني انا استغربت الحقيقة النادي صاعد بطريقة غير لائقة يعني انا كنت اتمنى انه نادي الشباب ادارته تبدأ تتحاور مع اللاعب مهما كان لا يمكن تصدر بيان بهذا الشكل محمد ما حب يساعد يعني انا اعجبني شؤالك الطرف الاخر محمد واضح انه ما يبقى يصاعد وبالتالي متمسك لا زال بالشباب اذا لابد تكون في مفاوضات مباشرة مع مدير اعمال اللاعب بالنسبة للادارة كنت اتمنى انها تكون اكتر روية ومتروية وتتعامل مع القضية بنوع من ايجابية مشكلة محمد العويس برزت من يوم ما تولى الكابتن المدرب الوطني سامي واضح جدا انه سامي محمد العويس ما هو ضمن حسابات الكابتن سامي وبالتالي لو بنلاحظ احنا في غالبية المباراة بيلعب وليد ما بيلعب محمد ايه في رأيي الشخصي محمد الان مع كل التقدير طبعا لوجهة نظر المدرب الوطني سامي الجابر العويس الان رقم واحد في الملكة كافضل حارس في رأيي الشخصي بس انت تتوقع لسبب فني هو سامي يبعده ولا لسبب انه اللاعب قد يرحل في اي لحظة وان الامور غير صافية مع لدارة وغير واضح انه كان سيبقى للدور الثاني او لا يبقى لا 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 واضح انه من ناحية فنية رؤية الكابتن سامي وهو مدرب يرى انه هذا اللاعب انه وليد افضل افضل طيب وبالتالي بيعطي فرصة مباشرة لي وليد في جميع البارات تقريبا ترجمة نانسي قنقر